اليوم سنتكلم عن ضغطة قلم يعني كيف طريقتك في الكتابة بعضهم من من يضغط على الورقة يعني سبحان الله تحس انه يعني يخرم الورقة وبعضهم لا الضغط خفيف جدا على الورقة وبعضهم الضغط متوسط كل طريقة في الكتابة تدل على الحالة النفسية الداخلية اللي عندك احنا ما اتفقنا في الحلقات السابقة ان الكتابة هذه بصمة للدماغ ممتاز لذلك عندما يكتب الانسان فهو يكتب على حسب الحالة النفسية اللي موجودة حسب حالتك النفسية سواء ان كنت مرتاح سواء ان كنت متضايق سواء ان كنت متوتر هذا التوتر يخرج عبر ضغطك على هذه الورقة طيب كيف نقيس هذا الضغط انه ضغط عالي ولا ضغط متوسط ولا ضغط ضعيف نقول كالتالي احضروا اربع اوراق وثلاث كربون فاكرين الكربون الازرق خلاص الاربع الاوراق مع كل ورقة كربون ازرق ودبسوها ويعطوا الشخص خلوه يكتب اذا كتب ووصل الكلام الى اخر ورقة هذا ضغط ثقيل واذا كتب وفقط الكلام وصل الى ثاني ورقة وكلام ضعيف هذا الضغط خفيف اما اذا ثالث ورقة فهذا الضغط متوسط طيب ما هي شخصية كل ضغط او كل ورقة او كل واحد نقول من يكتب بضغط خفيف هذا دليل على ان فلان شخصية حساسة انسان حساس مرهف الحس بسيط يتأثر بالكلمات يتأثر باراء الاخرين فيه والله فلان قال لي الكلمة الفلانية اذا راح البيت اجلس الكلمة تأكل وتشرب معه ليش قال لي كذا طيب ليش فتلاقي فيه الحس عالي جدا بعكس اللي ضغطه قوي تجد انسان حاد انسان قد يكون هادئ من بره ولكنه متوتر من الداخل يكون متوتر من الداخل قد يكون لديه ضغوطات فيخرج هذه الضغوطات على هذا القلم ايضا تلاقي نفس القلم يأثر في الاصباع في اصباع يده تلاقي فيه اشارة هنا من كثرة الشد ومن كثرة الحد على الورقة هذه تعاملك مع الورقة والقلم هي ذاتك هذه الورقة ذات الانسان كما يقول ابن خلدون في المقدمة يقول الخط ذات الانسان فهذه الورقة عندما انت تخرم هذه الورقة فهذه شخصيتك كأنك بتضغط على نفسك عندما تكتب بسهولة فانت تتعامل مع ذاتك وتتعامل مع شخصيتك فالضغط القوي يدل على شخص قيادي شخص لديه قدر على قيادة فريق العمل ولكن هذا الشخص حاد حاد في التعامل مع الاخرين حاد حتى في التعامل مع نفسه تلاقي انسان عجول انسان يعني عجول في كل شي في اتخاذ القرارات في الحكم على الاخرين في تعامل حتى مع اهل بيت تلاقي حتى في الاكل انسان عجل انسان ما عنده هدوء ما عنده سيطرة على ذاته الداخلية تلاقي فعلا لكن هؤلاء الناس ما يحقدوا هؤلاء الناس اللي ضغطهم قوي وعالي اللي في قلبه على لسانه ما يحقد ابدا ويتمنى انه يتعامل مع الاخرين هذا الشخص يتعب اذا كان الشخص الاخر اللي يتعامل معه مرخف الحس يا اخي بلاشي حساسي يا زايد انت خلاص كل كلمة اخذها على طول كل كلمة تقوم تحطها في نفسك على طول مدري ايش هذه الكلمات تؤثر فيهم فهنا يكون فيه قاب ما بين اللي خطه ضعيف ضغطه ضعيف اللي ضغطه شديد فتصبح هنا المشكلة تخيلوا اذا كان الزوج ضغطه ثقيل والمرأة ضغطه خفيف كيف سيكون التعامل بينهم او العكس هنا يصبح او هنا تحصل التفرقة وتحصل يحصل القاب ما بين الزوج والزوجة ثم بعد ذلك ننتقل الى اللي خطه متوسط او الضغط متوسط هذا انسان متوازن غالبا في كل تحليل الشخصية سواء كان الضغط سواء كانت الهوامي سواء كانت الاحرف اي توازن واي توسط هذا دليل على التوازن فمن يكون الضغط لديه متوازن دليل على شخصية متوازنة شخص لديه القدرة على ادارة ذاته اولا والتعامل مع الاخرين شخص طموح جدا 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 ويعرف ماذا يريد يعرف من اين تأكل الكتف يعرف كيف يوصل كيف يوصل لاهدافه هذا الشخص اللي بالضغط متوسط طيب هؤلاء ايجيك واحد طيب مر الضغط عالي مر الضغط خفيف مر الضغط متوسط ايش هذه الشخصية نقول هذه الشخصية متقلبة المزاج هذا الشخص متقلب المزاج لكن لابد ان نوصل رسالة مهمة جدا جدا سواء في الاحرف في الضغط في الهوامش في التوقيع في كل شيء حاجة مهمة الشخص اللي تلاقيه متقلب المزاج سواء في الاحرف او في الفضة تجد الشخص مرن مرن في التعامل مع الاخرين شخص متكيف يتكيف على البيئة اللي يكون فيها سواء بيئة العمل سواء البيئة الخارجية سواء البيئة الاسرية هذا الشخص لما تعينه في مكان بعيد ما يزعل على طول سهل التكيف لما تنقله من عمل الى عمل ما يضايق سهل التكيف هذا الشخص لما تقول له لا ابواك تسوي الشيء الفلاني أو تنقله من وظيفة الى وظيفة ما يزعل سهل التكيف نقول دائما مو كل الاحرف ومو كل التحليل الشخصية فقط سلبيات او ايجابية لا فيها فيها ميكس قد يكون شخص ايجابي في اشياء كثيرة ولكن لديه سلبيات معينة انا في مرة من المرات كنت اتكلم مع واحد قال لي اخل كلامي اللي بتقوله كلام ايجابي معقوله شخصيتي ما فيها ولا شيء سلبي نقول غالبا نحن بنعطي الكلام هذا وبنتكلم ونحفز الناس فنعطيهم الاشياء الايجابية نعطيهم الاشياء الايجابية لكن من طلب التحليل دقيق للشخصين نقول له لا تعال اكتب لي بالطريقة الفلانية وتعال بالقلم الناشف حتى نقف على كامل الشخصية كامل الشخصية يبان معانا من ستة او سبع معاملات الهوامش الميلان الضغط الاحرف التوقيع الحجم الخط هذه الاشياء يبان معها حجم او الشيء الدقيق ومكنون الشخصية الدقيق فنعيد ونقول ينقسم الضغط الى ثلاثة ضغط خفيف ضغط متوسط ضغط ثقيل والضغط الشاذ يجيك مرة ثقيل ومرة خفيف مرة متوسط مرة كذا وهذه الشخصية متقلبة المزاج شخص مرن ايضا في التعامل مع الاخرين السؤال هل يستطيع الانسان ان يغير من ضغطه على القلم ومن ضغطه على الورقة نقول نعم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر وانما الحلم بالتحلم فلذلك اذا اردت ان تتعود على ضغط خفيف في القلم حاول تعود نفسك انك تكتب الفاتحة قبل النوم اسمعوا النصيحة مني اكتب الفاتحة قبل النوم كما هي في المصحف بالضمة بالشدة بالسكون بالكسرة هذه الطريقة في كتابة الفاتحة طبعا بالتنقيط يعمل لديك كنترول فتجد نفسك فعلا يوم بعد يوم استطعت انك تتحكم في ذاتك فاذا استطعت انك تتحكم في طريقة كتابتك استطعت وكانت لديك القدرة على التحكم في كل شخصيتك هذه اسرار الضغط على القلم ترجمة نانسي قنقر